هذا طبعاً بيقودنا للموضوع اللي هو في صلب الموضوع موضوع الخطيئة صحيح وعلاج الخطيئة أخ يوسف يعني طيب ليه يعني منشوف أنه إحنا دفعنا ثمن خطيئة آدم آدم أخطأ إحنا مندفع الثمن واحد بيسألني بيقول لي طيب ما هو في حسقيال بقول خلاص ما في أي واحد بيدفع ثمن خطيئة أبوه الأباء يأكلون الحصر والأولاد تدرس أسنانهم كل واحد بيدفع ثمن خطيئته كيف صالح خطيئة آدم مع الفكرة في حسقيال أنا لا أجد في كلمة الله أن أنا بدفع ثمن خطيئة آدم أنا ما أردش الكلام ده في الكتاب المقدس لكن أجد في الكتاب المقدس أن آدم كان ممثلا لي وأنا نتيجة أنه هو الذي يمثلني أنا ورست خطيئة ومش بدفع ثمنها لكن أنا مولود بالخطيئة يقول داود في مصمور 51 هأنذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي لما تقرى مثلا العرش العظيم الأبيض في رؤية عشرين تقرى أنهم في داينون آه في داينون بس على خطيئة آدم ما أردهاش لكن هندفع حساب عن كل ما صنعنا بالجسد لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح ليقدم كل واحد بحسب ما كان في الجسد أقصد يعني نحن نخطئ لأننا خطاء أصلا يعني الـ DNA بتاعنا معجون مجبول في الخطيئة أما أني أدفع زي ما البعض بيحاول يصور ويوري لك أن المسيحية يعني not fair لا أنا مش وأنا نقصني طب ما أنا عامل مليون خطيئة يعني هي لما تزيد عليها خطيئة لا يا عم ربنا مش هيحاسبك على خطيئة بس أنا مولود بيها زي ما حاجة بتقول الـ DNA بتاعتي فيها خطيئة وعشان كده عشان كده حاجات كتير عشان كده بتشوف الخطيئة في الأولاد الصغيرين قبل ما يتعلم قبل ما يتعلم يقول آه بيتعلم يقول لا ومن البطن سميت عاصيا